مباحثات بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ووزير خارجيته خميس الجهناوي حول الأوضاع في ليبيا وعديد الأزمات التي تشهدها المنطقة وبحسب مواقع تونسية فإن الرئيس السبسي أكد لوزير خارجيته اهتمام تونس العميق بما يجري في ليبيا مجددا دعواته أطراف النزاع الليبي إلى وقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار وشدد السبسي على أن بلاده تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وليست لها أجندة في ليبيا سوى عودة الوئام والأمن والاستقرار حيث تتعلق مصلحتها على استرجاع ليبيا عافيتها ومكانتها الطبيعية ووحدتها يضيف رئيس تونس يتحدث الرئيس السبسي بعد إجراء الجهناوي لقاتل بمسؤولين أمميين ومع دول الجوار فقد كان مؤتمر صحفي جمعه بالمبعوث الأممي غسان سلامة مناسبة ليعبر عن أسفهما لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا ويدعو فيها إلى يعادة الاستقرار في البلاد ويحمل الإنقسام في الرأي الدولي مسؤولية استمرار الاقتتال كما عقد الجهناوي مؤتمرا صحفيا مع نظيره الجزائري صبري بقدوم أكد فيه أن بلديهما لن يظل صامتين وعاصمة دولة عربية مغاربية جارة تقصف وأكد الوزيران في اقتتام زيارة نظمها بقدوم لتونس يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أبريل الماضي بأن الموقفين التونسي والجزائري متطابقان بخصوص الملف الليبي من خلال دعوة الليبيين إلى الوقف الفوري للاقتتال وإطلاق النار والتأكيد على ضرورة العودة إلى الحوار والمفاوضات بين مختلف الفرقاء قصد إيجاد حل سياسي للأزمة تحت مظلة الأمم المتحدة مع تجنب أي حل عسكري أو تدخل أجنبي في البلاد وتعرف طرابلس منذ الرابع من شهر إبريل الماضي اشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية وقوات خلف حفتر القادمة من معقلها بالشرق مرورا بالجنوب